أعلنت وزارة الداخلية إطلاق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وضعفت الداخلية أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض لتصل إلى 2148 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية اعتبارا من السادس عشر من الشهر الجاري حتى نهاية شهر رمضان المبارك حيث تم عقد اجتماعات مع أصحاب المصانع وكبار المواردين والسلاسل التجارية الكبرى للاتفاق على طرح كميات كبيرة من السلع بالتخفيضات المعلن عنها خلال المبادرة لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية دائماً بنشارك وزارة الداخلية في عمل مبادرة مميزة جداً في كل الأصناف الاستراتيجية بأسعار مخفضة بتوصل لعشرين وتلاتين واربعين في المية في بعض السلع ودايماً بتبقى كل السلع متوفرة بشكل كبير ودايماً بجودة عالية وأسعار مميزة خلال الفترة دي إحنا عشان رفع الأعباء عن المواطن عملنا مكان في كل فرع من فروع سلسلة ماركت الفرجاني ومبادرة كلنا واحد المكان ده فيه كل السلع الاستراتيجية اللي بيعوزها المواطن في داخل رمضان مبادرة كلنا واحد عليها حمل كبير إن توفر سلع بكميات كبيرة موجود معك في كل مكان للقوافل في الشواء في الميدين هيبقى موجود معك في القرى هتلاقي السيارات الكوافل اتفق الجميع على توفير كافة احتياجات المواطنين من مختلف أنواع السلع بخاصة رمضانية منها تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك تحت مضلة مبادرة كلنا واحد بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وانطلاقاً من دور وزارة الداخلية الاجتماعي هذا واجب علينا كشركة مصرية ووطنية واجب كل الشركات أنها تشترك في المبادرات اللي زي دي وإحنا دايماً بنحاول نوفر أعلى جودة موجودة في السوق المحلي بالنسبة لمنتجاتنا خصوصاً الجبن والألبان والعصاير إن شاء الله نشارك بمنتجات الرز ومنتجات المكارونة ومنتجات البوكوليات لتخفيف الأعباء عن المواطنين فاصل تنسيق لنا مع وزارة الداخلية في أننا نطرح السلع بتاعتنا وتحديداً منتج الفول عشان حيك عارف أننا داخلين على موسم رمضان وهو من أكتر الأصناف اللي بتستخدم في رمضان أقب الإجتماع بدأت المصانع المشاركة في هذه المرحلة الجديدة من المبادرة في إعداد كميات كبيرة من السلع بخاصة الأساسية منها والتي تتسم بجودة عالية وتؤكد على نجاح التصنيع المحلي في تحقيق الوفرة في المعروض الذي يلبي احتياجات المواطنين في أي وقت وبأي كمية خلال شهر رمضان والذي يشهد زيادة الاستهلاك من كافة أنواع السلع بتقوم الشركة بالاشتراك في مبادرة كلنا واحد منذ أكثر من خمسة سنوات ومازلنا متواجدين داخل جميع منافذ مبادرة كلنا واحد بنقدم مسلة وزيوت بأعلى جودة وبأسعار مخفضة بنسعد باستمرارنا في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية وزارة الداخلية وتحت رعاية سيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي نحب نطمن المصريين ونقول لهم أن البضاعة موجودة الفول موجود الرز موجود كل حاجة موجودة وكل حاجة ستقضل شهر رمضان وبعد شهر رمضان ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل التجارية والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة لتصل في هذه المرحلة الجديدة منها إلى ألفين وواحد وثلاثين منفزاً وست معارض رئيسية وأربع وأربعين معارضاً فرعياً وسبع وستين شادراً بإجمالية ألفين ومئة وثمانية وأربعين منفذاً ومعارضاً رئيسياً وفرعياً وشادراً على مستوى الجمهورية وذلك بالتنصيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية وجميع المنافذ والسلاسل التجارية والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة مؤضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بتوجه بالشوق للفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الكريمة دايماً حرسين على المشاركة في المبادرة ودي مش أول مرة ننشارك احنا دايماً بنفخر بمشاركتنا ودايماً مؤمنين بدورنا المجتمعي كما تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركتها في مبادرة كلنا واحد عن طريق توفير منتجاتها بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال 1026 منفذاً سابتاً ومتحركاً تابعاً لها على مستوى الجمهورية وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك تشهد مبادرة كلنا واحد تطوراً ملقوظاً فمنذ أن أطلقتها وزارة الداخلية برعاية الرئيس الجمهورية وهي تحرص على تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين من هنا تتجدد المبادرة باستمرار لتتواكب مع المستجدات المختلفة من أجل توفير كافة أنواع السلع للمواطنين بتخفضات كبيرة عبدالله بركات التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر